هذا وترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وخلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني لترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقا للتوجيهات الرئاسية مع ضرورة اهتمام الوزراء بحضور الجلسات البرلمانية مع تخصيص أيام محددة للقاء النواب والرض على أسئلتهم ومطالبهم باعتبارها تمثل مطالب للمواطنين أنفسهم وفيما يتعلق بالأزمات والقضايا الملحة أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزرية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير تتمثل في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والسعي بكل الجهد الممكن لزيادة الموارد من العمالة الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية لملفات التعليم الصحة الصناعة خلال الفترة المقبلة